لما قام الرجل من بني إسرائيل وانتصر لموسى عليه السلام قال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاه الله سيئات ما مكروا هم بيمكره وبيدبره لكن إنت لو تحصنت بربنا سبحانه وتعالى لكن أخذت بالأسباب ما تبقاش فرضو المسلم مش حاجة كده أي حد يخده في أي مكان ويقوله أي حاجة يصدقها لا المسلم كيس فطن كيس عاقل ذكي يعي الأمور سيدنا عمر كان يقول لست بالخب وليس الخب يخدعني الخب الماكر أنا مش ماكر بس من الماكر ما يخدعنيش لأن المؤمن كيس الكيس ده ربنا بيحميه سبحانه وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكره ولما تكتشف المكر ما تحزنش قوي عليهم ما تحزنش قوي على الماكرين وتقول ده أنا كنت مصدقه ده أنا كنت بستقبله ده أنا كنت بحبه ولا تزعر لأن ربنا سبحانه وتعالى نقى الأم منه يقول سبحانه وتعالى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ده بيغتبوا ده بيخططوا ده بيأ ولا أي حاجة وقرأ قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاكشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لا تخاف لا تمكر إياك أن تخدع بالمكر إياك أن تخشى المكر الله يحفظ المسلمين ويحفظ المؤمنين ويحفظ عباده سبحانه وتعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم ولا يحق المكر السيء إلا بأهله وقد يمكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يا ماكر إن الله عزيز ذو انتقام يا مخادع إن الله عزيز ذو انتقام الناس ممكن يصدقوك لكن مش آخر المطاف إن الله عزيز ذو انتقام الفضيحة في الدنيا ثم الخزي والخسران في الآخرة هكذا أمرنا الله تعالى وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم